اشتركوا في القناة مرحبا بك مرحبا بالجميع رحبا بأحمد المخلوفي في الاخراج اتقني للحصة زمينا سيف الدين بول عريس في ديجيتال زمينا ونسل همامي في ستوندار مرحبا بالنسل كل يومك العادة عن جملة من المواضيع اللي بش نحكي وعليهم بش نرجو على أمر رئيسي بإنهاء مهام المكلف بالاتصال الرقمي في رئيسة الجمهورية عليش وشنو التابعات وشنو القراءة وكفيش نجم ونقرأه هذا الأمر رئيسي أيضا نرجو على قضية محمد بن سالم القيدي سابق في حركة النهضة التحقيق معاه في العناية المركزة حسب المحامي النمتاع وصدور بطاقة إداع في حقه وفي حق عقيد بأديوين أيضا إحالتهم بن سدرين على القطب المالي ومنحة من السفر جملة من التصريحات زدنا نرجو عليها في زابينج لليوم نرجو على تصريحات وزير الداخلية توفيق شرف الدين في بنجردان البارح لوجه رسائل واضحة رسائل سياسية وجه وزير الداخلية ودعا إلى الالتفاف حول رئيس الجمهورية برشة تفاصيل أخرى زدى في عملية بنجردان أيضا ونستضيفه لليوم في حوار خاص حوار حصري وشامل السادة النواب في البرلمان المقبل عن ولاية القيروان في حوار نترق فيه لجملة من المسائل التي تتعلق بالعمل البرلماني بالشأن القيرواني الشأن العام أيضا بشيكونوا إن شاء الله حضرين معنا أبارتير من نص نهار ونص حتى كش لساعتين البداية تكون كالعادة بألا باج ألا باج ألا باج أتوى ألا باج في ألا باج الخبر لول اللي نرجع لي هو أمر رئيسي بإنهاء مهام المكلف بالاتصال الرقمي في رئاسة الجمهورية قررت سهام رئاسة الجمهورية إنهاء مهام أحسن السباب تنملحق برئاسة الجمهورية بموجب المرسوم رقم 205 2023 مؤرخ في 1 مارس 2023 المنشور فراء درسمي تحت رقم 023 بتاريخ 7 مارس 2023 وكان سباب تي عين بمقتضى أمر رئيس عدة 35 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أبريل 2020 ملحقا برئاسة الجمهورية مكلفا بالاتصال الرقمي وذلك انتلاقا من 1 أبريل 2020 نعطيه فكرة على أحسن سباب تي هو متخرج من كلية ببلجيكيا ودرس في كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس قبل ما نرجو سيفتحي على شنو تكون ربما أسباب الإقالة هذه والأنهاء المهام هذه خلينا نحكيه على تركيبة ديوان الرئيسي كيفش ولت بهذه الإقالة دونك تتغير التركيبة لتصبح تتكون من 13 عضو بعد ما كان العدد يوصل إلى 23 عضو به الأسماء اللي غادرت ديوان الرئيسي نلقاه آخر اسم تم تداوله هي الوزيرة مديرة ديوان الرئيسي نادي عكيشا مستشارة أولى لدى رئيس الجمهورية مكلفة بشؤون الأعلام والاتصال نلقاه أيضا راشيدة نيفر ومدير ديوان الرئيسي السابق طارق بالطيب نلقاه أيضا المستشارة الأول لشؤون السياسية عبد الرؤوف بالطبيب نلقاه أيضا قبلهم استقال حسن بالضيف المستشار الاقتصادي والمستشارين الدبلوماسيين سارة معاوية المكلفة بالتعاون الدبلوماسي ومصطفى عون النيبلي المكلف بشؤون الأوروبية استقالة عبد الرؤوف بالطبيب وهو رجل مقرب جدا من رئيس الجمهورية قيسة سعيد من منصبه كوزير مستشار في ديوان الرئيسي كينت هي الأكثر إثارة لأنه تم تعينه في 23 أكتوبر 2019 في ديوان رئيس الجمهورية رافق رئيس الجمهورية خلال الحملة الانتخابية وبعد قرارات 25 جوليا التحق بالطبيب بمجموعة مواطنون ضد الانقلاب إلى حدود شهر سبتمبر من عام 2020 كان عدد أعضاء ديوان الرئيسي بقصر قرتاج 23 عضو موزعين بين 13 مستشار وتسعة ملحقين ووليو اليوم يتكون من 13 عضو موزعين بين وزير المستشار لدى رئيس الجمهورية ومستشار أول وملحقين برئيسة الجمهورية هل الرقم تبدل من 23 بثلتاش سيفتحي رقم كبير هل يكشف هذا هل يعكس هذا اللي صاير اليوم في رئيسة الجمهورية وهذه التصريحات أو شنوه بالضبط النجم ونفهم وعليش هذا كل صاير في رئيسة الجمهورية وتبدلت التركيبة كومبليت مو معناها رقم كبير اللي خرجوا ولا تم انهئ مهامهم فعلا نقوله تقلصت إلى حد كبير التركيبة المستشارين والمكلفين بمهام معناها لدى رئيسة الجمهورية طبعا هذا أمر موكول بدرجة أولى للرئيس الجمهورية وللأقرب المقربين إليهم معناها الناس اللي محيطين به واللي هما يأخذوا القرارات يعاونوها ولا يساعدوها على أخذ القرارات هذه هذا نسميوه معناها لسانتر دور دو 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 متاع الرئيس هذو ما معناها هما اللي يقول معناها تقع مؤخذات على بعض المستشارين أو الوزراء المزراء المستشارين المكلفين بمهام للملحقين ويقع كمول معناها شيئا فشيئا حتى لين تأتي القطرة التي تفيد الكأس وقتل تجي القطرة هذيك يولي معناها يقترح ربما فم شكون يقترح فهمتني على السيد الرئيس باش يقع معناها إنهام هام ذاك أما السؤال اللي يطرح توصيفاتها كيف نشوف بعض الأسماء على أقل نديعكيش كنت مديرة ديوان رئيس الجمهورية كانت مقربة جدا معناها حتى عن الكواليس يقولك إمرأة قوية تمسك بزمام الأمور جيدا قريبة جدا من رئيس الجمهورية وم بعد ما خرجت شفناك التسريبات هو لما حالة اللي خرجت كيفش معناها كانت تحكي على رئيس الجمهورية أنا القوزة دا عبد الرقوف بالطبيب اللي 180 درجة معناها بعد 25 جويل والإجراءات الاستثنائية القناة في مواطنون ضد الانقلاب هذا شنو يعكس هذا يعكس سوء اختيار من اللول أم أنه المشاكل معناها وقت المباشرة في العمل هي اللي تأدي بالنتيجة هي هو شنو معناها طبيعي جدا رأوا معناها ولو تظهر معناها نجمه تو نهولوها هاهم عشرة تنحات معناها مديرة معناها ديوان رئاسي هو شنو الحكاية معناها وقتلي إنسان في المطلق ناخده معناها فما من بنك أسماء معين مختصين كل حد في اختصاصه معناها ياخدك الشخص ذاك اللي تتوفر فيه عنده أنسر تن بروفيل واللي هو ربما يكون شخص معناها تتوفر فيه المعطيات اللازمة باش يكون بالمهام وهو وقتلي يدخل عنده قناعاته معناها عنده قناعاته فهمتني هو الناس اللي يبشاهوا مع رئيس الجمهورية فيه 25 جويل وحتى قبل معناها بالممارسة وبالاحتكاك أكثر بالاطلاع ويطلعوا عنك ثب وهما في كل مواقع على خيارات وتوجهات معناها هي قد تاقع معناها اختلافات عادي جدا معناها مثلا بالنسبة لسيدة ندي عكيش يقولوا معناها من أهم الأسباب وكل شي اختلافها مع السيد وزير الداخلي ثم قرارات وهذا موجود في الرئاسة وكان موجود معناها العدد ذه كل معناها الاستقالات هذي كل ولا الاقالات هذي كل ما تتعوضش كيف نشوفوا انه ما يتمش تعويض مثلا مديرات الديوان ولا اي مسؤول خرج متجمش تمس من صورة مؤسسة رئيسة الجمهورية انا نتصور رئيس الجمهورية معناها نتصور معناها ولو هي فم ديفايانس توا معناها لان وقت لي يبدأ المشهد مكتمل وكل من أمور معناها من كل واحد يفتم خدمته توا فم ديفايانس لان توا عشرة اللي خرجوا من 23 ولا 13 اما نتصور رئيسة الجمهورية معناها يحب يتأني كلك في التأني السلامة وفالعجلة الندم يتأني وبعد تركيز مالسنويب خطر ديك سيتون ريفيرانس عملها هو تركيز مالسنويب بعد تركيز مالسنويب ثم ما فيه مؤسس رئيسة الجمهورية إذا كان ثم معناها بعض شغورات يقع النظر فيها بتأني بيه ان شاء الله على كل يتم معناها النظر في هذه الشغورات سينوش كيفش نجم نفهم الأمر هذية بإنهاء مهام المكلف بالاتصال الرقمي في رئيسة الجمهورية نجم يكون مثلا في علاقة بقضية المهاجرين ولا ببعض تقع مؤاخذة ولا حاجة ياخدوا قرار صارم بهذا الشكل هو مختص وقاري حتى وعنده شهيد وامور وشوف قديش خدم فترة عندها ارتباط وثيق بالمسألة حاولت باش نفهم وكل ثم حكاية البيان لوليني متاع السيد رئيس الجمهورية والذي أثار البلب لهذه الكبير ثم فيديو وثم البيان نص البيان اهبط في موقع رئيسة الجمهورية الفيديو تنحق لأنه أثار كشكاليات وليه حتى يدولوا فيه حتى في مواقع إخبارية بإلكترونية وحتى في الخارج كأنهم يحبوا يقايدوا تقلب برشا ناس يساعد في التقليب على رئيسة الجمهورية وعلى بينما البيان فهم لموقع ذي إلكترونية كل شيء كل قايا معناها البيان هو حتى لنا هبط البيان الاستدراكي الاخر وهو بيان لحقيقة إيجابي وكان عنده صادق كله هل من مزيد كما قالوا الملاحظين لكن البيان الاستدراكي يكون من المفروض الاخر يتنحى خطر سكتور الريفيرانس دي كانوا دليل معناها قعد موجود معناها خطر ما تمش حذف البيان متاع مجلس الأمن القوم معناها قعد موجود والله أعلم قعد موجود الشيء ونقيضه معناها الكلام اللي تقال في البيان اللولاني واللي هو معناها فيه تهجم كبير والمؤامرة معناها وهذا ما جرى والبيان الاستدراكي كي ما تنحيش يكو البيان ديك برشاره وكتبه عليه قالك نورمال ما يجب يتنحى معناها نجب جيس بشنقول أنه حسب آخر تحيين الموقع الرسمي الإلكتروني للرئاسة الجمهورية يتركب ديوان الرئاسي كالآتي مصطفى الفرجاني وزير مستشار لدى رئيس الجمهورية عبد الرؤوف عطال مستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بمهام كاتب قار بالكتابة القارة لمجلس الأمن القومي مراد الحلوي مستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالمصالح المشتركة خالد اليحيوي مستشار أول لدى رئيس الجمهورية مدير عام لأمن رئيس الدولة والشخصية الرسمية نوف الهدية مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بمصالح التشريفات وليد الحجيم مستشار لدى رئيس الجمهورية ضيغا بن حسين مستشار لدى رئيس الجمهورية رادي المناعي مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلفة بمراقبة المصالح الإدارية والمالية برئاسة الجمهورية حسيم المزوغي ملحق برئاسة الجمهورية أيضا أمير العرفي ملحق برئاسة الجمهورية سعادة رابلسي ملحق برئاسة الجمهورية مهر غديرة ملحق أيضا برئاسة الجمهورية ومر واجبوا ملحقة أيضا برئاسة الجمهورية لونك هذه التركيبة المتوجدة حاليا في ديوين رئيس الجمهورية فما بعض الأسماء اللي هي معروفة في الأعليم كما السيدة مصطفى الفرجيني ووليد الحجيم يبرز ساعات في الأعليم والحجيم تقريبا في عدة مناسبات يعطي تصريحات ساعات ليوضح بعض النقاط في مواضعنا الأخرى نجلة في ألاباج اليوم نحكيه على رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سيهم بن سدرين اللي تم إحالتها على القطب المالي ومنحها من السفر سحيح أعلنت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سيهم بن سدرين عن استدعاءها من ترفقه التحقيق في المكتب السادس بالقطب القضايا الاقتصادي والمالي اليوم الخامس الاثنين مارس ٢٠٢٢٣ لإعلامها بإجراء يمنعها من السفر في قضية تزوير محذر لهيئة الحقيقة والكرامة أوضحت بن سدرين في تدوينها نشرتها على صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن وجهت لها تهمة الحصول على فوائد غير مبرى وإلحاق الضرر بالدولة والتزوير وبينت بن سدرين أن هذه الإجراءات جاءت لتؤكد ما أعلنت عنها الكرونيكوز وفاشادلي المعروفة بأنها مقربة من وزيرة العادل يوم ١٧٠٢٠٢٢٢ وفق قولها هذا وشدت على أن العديد من أعضاء مجلس هيئة الحقيقة والكرامة وبعض الموظفين تم استروابهم في الأيام الأخيرة لساعات طويلة حول نفس القضية الحقيقة سيفتحي اسم سيهم بن سدرين وهيئة الحقيقة والكرامة مع أثر جدل الكبير برشا منذ سنوات خاصة على طريقة تسهير العمل برشا اتهامات لصيدة بن سدرين بأنه تتوخى منهج انفرادي بحث وبعدة إخلالات مؤخرا اسمها تم تديله في بعض الصفحات المقربة من رئيس الجمهورية خاصة صفحة الأستاذة وفاة الشيدلي واليوم هل ينطلق أو هل يصل قطار المحاسبة إلى سيهم بن سدرين وهيئة الحقيقة والكرامة ويتم الكشف على الملفت شو كان يصير وقتها في هيئة الحقيقة والكرامة مما لا شك فيه مما لا شك فيه فما برشا مؤخذات عليها ماللي بديت في المهام تحت ماللي بديت وهذا يسمعوا فيه الناس كل معناها مش معناها من تحامل ولا حاجة ماللي بديت فما برشا اشكاليات فما برشا اشكاليات وفما برشا الحقيقة حاجات اللي ملفتة للنظر خاصة صفقة السيارات وقتها لطلبتها بإتراز يعني هي هيئة حقيقة وكرامة نحن احطاقها للحقرة المقر مقر محترم وكل شيء باش تعمل فيه إعادة تهيئة مقر وبعض سيارات وبعض خاصة أنه مؤقتة معناها حاجاتين وعندها أجيل معناها عندها أجيل عندها أجيل محد احنا نتوسم الخير في كل البشرة احنا مانيش قضاة ولا مانيش حكام ولا باحثين مش نبحث لكن ثم مؤاخذات عليه وخاصة أنه نقول الأهم معناها الأهم وهذا ملف كبير وكبير جدا لأنه كلف معناها ميزانية الدولة حوالية 3000 مليار هو البنك التونسي الفرنسي ملف البنك التونسي الفرنسي ديك أكبر ربما قضية وربما المسألة بتحكيت تزوير معناها الملف ربما يتعلق بهذا الملف ربما على كل احنا هنقول لك نتوسمه الخير في كل حد وديما نحبه نحن ديما معناها قارينة الباراءة وقضاء عادل ومستقل لكن حاجة متوقعة يعني نكون حاجة متوقعة كونه معناها رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة معناها فم برشة مؤاخذات عليها وخاصة معناها مسائل معناها قضايا مالية معناها بدرجة أولى به الموضوع متاعنا لاخر اليوم ما نعلق عليه هو قضية محمد بن سالم بطاقة إداع بيئة السجن في حقه وفي حق عقيد بأديوينة مونير عروم نتقى رسمي باسم المحكمة الابتدائية بي جيبس أكد بأنه تم إصدار بطاقتين إداع بيئة السجن في حقه زير الفلاحة الأسبق محمد بن سالم وعقيد في ديوينة وقال بأنه التحقيق مازال متواصل مع أحمد العماري وأعلي ليفي ناشد سيئسي وأحمد العماري وعضو مجلس شورى حركة النهضة اللي ليفت للانتباه في هذه القضية هو ما أشاروا إليه المحامين البارح بأنه تم استنتاق محمد بن سالم داخل المستشفى في سفاقس من أجل شبهة تكوين وفاق بغاية تنظيم عملية اجتياز الحدود خلصة ومسك عملة أجنبية مجهولة المصدر ومخالفة لقانون الصرف الأبحاث تشمل محمد بن سالم عضو مجلس النواب سابقا عضو مجلس شورى حركة النهضة أحمد العماري ناشط السيئسي علي ليفي وعقيد في الدوينة برشة الدوينات البارح لعدد من المحامين الذين يترافوا على بن سالم من بينهم الأستاذ مختار جمعي قال من وقاع التحقيق مع سيد محمد بن سالم تحقيق في غرفة النعاش بقسم القلب بمستشفى الهدي شيكر بسفاقس يستمر خمسة ساعات وشوية انقطاع ثلاثة مرات لتعاكر الحالة الصحية للمتهم يقول محاضر قائمة على تقارير شفاهية قائمة على استفيدة يد دول يحكى أن إلى غير ذلك ويقول بأنه إيقاف على مسافة أكثر من 150 كيلو متر عن أقرب نقطة حدودية تنتهي هذه التحقيقات ببطاقة إداع في السجن والاستاذ المحامين كانوا أشاروا لأنه هذه السابقة أنه يتم التحقيق مع متهم أيا كان هو شكول ولا شنوة تهمة اللي تتعلق به في العناية المركزة لمدة خمسة ساعات سفاتي أول حاجة نحب نقولها إن شاء الله رب يشفيه معناها هذه أمور إنسانية ما فيها إن شاء الله رب يشفيه سيد محمد بن سالم ثاني حاجة نحب زيادا نلاحظها معناها كونورا مستقيل من حركة النهضة والقضية توا معناها شبهة شبهة متاع القضية وارحة هي محاولة معناها اجتياز الحدود معناها خلصة إنه بدون وحجزوا عنده أموال بالعملة الصعبة وفهمة هذه كشنية ويقولوا معناها المؤيدات ولا الفينتني ربما ما ثم في الملف بعض المؤيدات الأستاذ ملك بن عمر زيدا اللي هو محامي يترفع لي يقول بأنه موضوع الأموال ما تسألش عليه أصلا حسب تعبيره هو يعني كن حاضر ويقول بأنه هذا في إطار المحاكمات السياسية من وجهة النظر متاعه زيدا ما هو الاحتجاز توا ذي محتجز معناها محتجز فهمني والمشاهدة أقوى دليل كما قلت كل مرة لغتي حاجة محتجزة معناها شدوهم في الجروندي ليه فيه عنده فلوس هذه معناها معاش يحكيوا فيها أصلا تبقينا نرجعوا للأمور الإنسانية توا إنسان في غرفة الإنعاش تروا بكل موضوعية وتجارد إنسان في غرفة الإنعاش خاطر جاته نوبة قلبية معناها في الأثناء ممكن نتيجة عملية إيقافه ممكن فنتني على كل في ظروف كما ذيكا حب ذي لو كان هو معناها تمت مباشرة المعالجة متاعه معناها علاجه حتى لين يستعيد معناها قواته وحالته الطبيعية الصحية الطبيعية حتى من باب الإنسانية رأى وبعد معناها قل قيل هو في يد السلطة توا معناها تحت طائلة الأمن والقضاء معناها بعد معناها ينجموا يبحثوا معها ولكن حتى في ظروف يبحثوا معها في ظروف خير حتى التقارير معناها الأبحاث والتقارير تكون أكثر موضوعية خاطر توا إنسان بين حياة أو موت وانت تسأل فيه معناها ممكن ذيكا مؤاخذة زيدا لحقيقة في الإجراءات رأى خاطر رأى المحاكمة العادلة والمستقلة تقتضي احترام الإجراءات حتى معناها حسب المعايير المعمول بها دوليا وقضائيا حتى في تونس هنا أذى من ناحية ومن ناحية أخرى حتى من باب الإنسانية واضح زيدا في نفس السياق ديما أساد المحامين يحكي وعلى استفيدة على إنه اللاسة للكلها يحكى أنه يقال أنه قالوا أنه يعني يقول كذا في إطارك الشاهد والمخبر إلى غير ذلك في ظل غياب المصدر الرسمي ولا المعلومة الرسمية دونك تطرح التأويلات هذه وتخلي مجال للاستنتاجات والقراءات المختلفة مرة أخرى وزارة العدل تصمت على مثل هذه التصريحات وما تكشفش وتنورش الرأي العام بخصوص هذه القضايا نأمل أنه يكون فما بالحق ندوة صحفية على الأقل لإنارة الرأي العام بخصوص كل هذه هذا مما لا شك فيه لابد بش يجي وقت معناها ومعناها يقع معناها يخرج ويعطيه معناها بعض التوضيحات والبيانات على كل الوقاعة وخطرتها بالأبحاث وتقدم الأبحاث عندهم عندهم معطيات اللي يلزم يمدوا بها معناها لكن فما حاجة اللي نحب نقولها بصدق معناها هذه استفيدة رأيها كما قالك النهار العميد معناها ضرورية رأى رأوا بلاد ما فيها شيء أمن في المطلق نحكيه في المطلق رأى استفيدة نجم تنفع كنتي وتنفعنياني نهار اخر أم يقولك ما فم مش دليل ملموس معناها مو بعد مو بعد مو بعد مو بعد استفيدة شنوه فم ديمة رأى حتى في قضايا أخرى اللي تهم أمن الدولة الإرهاب هاي ناخذوا الإرهاب خطي خليخ الأشخاص على شيرة لو كان ما تجيش تقارير أمنية واستباقية وتجي معناها مخابرات وكل شيء ما تجريم تسمعك حتى شيء واضح بيه ناجس هامو احنا نحكيه على بطاقة الإداع فما أخبر حين نشرت وكالة تونس أفريقا ونلقى أفادة المساعدة الأول لوكيل الجمهورية والناتق الرسمي للمحكمة الابتدائية بيجابس مونير عروم بأن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بيجابس قد أزر اليوم الأربعاء ثلاثة بطاقة إداع بالسجن في حق محمد بن سالم وزير الفلاحة الأسبق عقيد ديوانا ونائب سابق عن حركة النهضة نورمال مول هنا يحكي على أحمد العامري وضف المصدر في تصريح لوكالة تونس أفريقا أن الأبحاث متواصلة فيما يتعلق بثلاثة أشخاص آخرين أحدهم موقوف على ذمة قضية أخرى بقطبة الإرهاب وآخر بحالة صراح وبينا عروم أن التهم الموجهة من قبل النياب العومية للمتهمين تتمثل في المشاركة في تنظيم وفاق يهدف إلى أعداد وتحذير ارتكاب جريمة مغادرة التراب خلصة ويضاف إليها بالنسبة لمحمد بن سالم مسكه لعملة أجنبية في غير الأحوال المسموح بها قانونا ومخالفة قانون المالية التكميلي على خلفية حاجة 12 ألف دينار تونسي و220 أورو بحاوستو وضح دمك هذه آخر المستجدات في هذه القضية نتمنى أن كل المحاكمات التم يعني بعدل وفي إطار محاكمة عادلة القضاء فوق الجميع لأحدى فوق المحاسبة ولأحدى فوق القانون فقد تتهيئ الظروف والإجراء التي تم احترامها والكلمة الفصل هي للقضاء لقضاء عادل ومستقل طبعا بعد شوية نشرة أخبار منتصفين